السلام عليكم جميعاً أعطيكم العافية تقبل الله منكم الطاعات نكمل بالبارت الثاني من شرح المحاضرة أو التفريغ رقم ثماني الشام المحاضرتين جامعيات نحكي وقفنا حكينا آخر شي عند النوموطوركس وحكينا كمان عن وحكينا كمان شغلات كثير طبعاً متكونوا حاضرين البارت الأول وصلنا عن نقطة اللانج فوليومز واللانج كباسيتز قبل ما نحكي عن اللانج فوليوم واللانج كباسيتز نحكي بس عن بلمونري فانكشن تيستز يعني في عندنا بعض التيست بعض خلناحكي الامتحانات تمام اللي بنعملها للمريض عشان نشوف وظيفة الرئة عنده هل هي كويسة متوسطة سيئة تمام فبنستعمل جهاز اسمه سبايروميتر شو اسمه اسمه سبايروميتر تمام هو عبارة عن عن ديفايس مجرسة فوليوم وفذا اير بريت ان انت اوت بشوف لك حجم الهواء الداخل والطالع وهذا الاشي طبعا بساعدني باني اعرف هل المريض الطبيعي وضعه من ناحية رسبيراتوري ولا هل في عنده مرض معين او ديزيز معين لانه ممكن من خلال هذه الفوليومز استدلي على بعض الامراض سيما رح تاخذوا ان شاء الله تعالى لما تاخذوا سيستم الاراس تاخذوا بالباثولوجي عن بعض امراض الرئة بحكي لك ان هذا السبايروميتر consist of an air filled drum تمام؟ floating in a water filled chamber زي ما احنا شايفين هون بكون عندي water filled chamber هاي الwater filled chamber بكون فيها drum تمام؟ فلما يتنفس المريض هو رح او لما يتنفس سيخو نفس او لما طلع نفس رح يحرك هذه الدرام بطريقة بانه بتكون الدرام كمان معلقة بقلم تمام؟ بحيث انه القلم سير يرسم عندي هاي السبايرو جرام هاي الرسمة باسمها سبايرو جرام وهاي الرسمة من خلاله بس تدل على حجم او الفوليوم of the air that is breathed in or out تمام؟ فبحكي لك as a person breathes in and out of the drum throw a connecting tube the rise and fall of the drum to which a pin is attached بتكون pin معلق على هذي الدرام are recorded as a spirogram اللي هي هاي الرسمة اللي كمان راح نحكعانه هون بتتفصيل الرسمة زي ما شايفين هايها اللي هي بس تدل من خلالها على long volumes طبعا هل بهمني تعرفوا السبايروميتر تفاصيله هاي؟ لا ما بهمني بالمرة تمام؟ ولكن انا حطيتها عشان يعني البده يستفيد يعرف كيف من جيس هاي الشغلات وكيف بيشتغل هذا الجهاز طبعا الدكتور حكت عنه ولكن يعني هي يعني مش من طبعا مواضع لأسئلة بالامتحان أبدا تمام؟ تمام نحكي لان عن long volume والlong capacity شو الفرق ما بيناتهم؟ long volume هذا بقيسه majored directly by the use of the spirometer مش اللي سبايروميتر عمل لي رسمة هاي رسمة بتمثلي long volumes إذن long volume هو الحجم الair تمام اللي بقيسه بهذا السبايروميتر بينما لما أحكي long capacity هذا الإش معناته جمع إنه أنا جبت مثلا long volume ولنغ volume أخرى جماعت مع بعض البعض وقتها ما بسميها long volume بسميها long capacity طبعا هذا الحكي هو حكي في الهواء ولكن لما نأخذ عن long volumes إحنا في عنا عدة long volumes زي ما تشايفين كل واحدة إلها معنا معين لما نحكي عنه راح تفهم وشو هو الفرق بين volume والcapacity ولكن long volume هو المجرد directly by the use of the spirometer بينما long capacity is a combination of different long volumes طبعا هنا بس حاب أوضح نقطة لقدام كمان راح نحكيها كمان مرة إنه major directly by the use of the spirometer ما عدا في عندي بعض الexceptions اللي هي عبارة عن long volumes ولكن ما بقدر أقيسها بالسبايروميتر ليش راح نعرف لبعدين نحكي طيب عن long volumes والlong capacities اللي موجودة عندك بالرئة طيب في عندي أول شي tidal volume شو هو هذا tidal volume هو عبارة عن هاي شايفين هاي؟ هاي tidal volume طيب tidal volume هو the volume of air entering or leaving the lungs during single breath يعني هو عبارة عن مش انتاس قاعد ومرتاح ومتكتك أمورك انتاس قاعد تتنفس قاعد تستنشق وقاعد تعمل زفير صح؟ شهيق وزفير أثناء هذه الراحة اللي انت فيها وانت قاعد تتنفس الهواء اللي بفوت أو الهواء اللي بطلع تمام؟ طبعا اللي هو له نفس المقدار هذا الهواء هو بسمية tidal volume عبارة عن 500 ميلي تمام؟ يعني هون لاحظ مثلا هون أنا عندي المحور الصادات وعبارة عن volume of air in lungs حجم الهواء اللي باللنكس فلاحظ أنا زاد عندي من 1200 ل2700 فهي 500 ميلي تم استنشاقها هاي tidal volume وبعدين كمان 500 ميلي تم لها عملية زفير هاي كمان tidal volume هاي tidal volume هاي tidal volume تمام؟ طبعا ممكن واحد يحكيلي ليش بلشنا من 1200 يعني في 1200 أصلا already موجودات باللنكس بقول لك آه في 1200 already موجودات باللنكس وراح نعرف عنهن لا قدام طيب في عندي كمان غير tidal volume تمام؟ عندي طبعا هاي تعريفهم ومقدارهم كل واحدة فيهن مهمة جدا والتعريف مش بصم التعريف راح يكون فهم جدا تمام؟ راح يكون يعني جدا اشي فهم مش اشي حفظ لما نكمل هنكليات راح يصير يعني موضوع أسهل راح تبطلوا تبصموا التعريف بصم تمام؟ في عندي كمان volume آخر بسميه inspiratory reserve volume inspiratory reserve volume اللي هو ال-IRV هو الاكسترا volume of air that can be maximally inspired inspired تمام؟ over and above the typical resting tidal volume يعني أنا حكيت لك انه tidal volume هو كمية الهواء اللي بتستنشقها او اللي بتعملها زفير تمام؟ أثناء راحتك اللي هي احنا بمعنى آخر قاعدين نعمل quiet inspiration اللي شرحناها فوق تمام؟ ولكن لو أنا حكيت لك خذ نفس قد ما تقدر تمام؟ اعمل خذ نفس قد ما تقدر هاي الكمية الهواء لزيادة عن لزيادة عن tidal volume بسميها inspiratory reserve volume وهي مقدارها بالوضع الطبيعي عند الإنسان الطبيعي 3000 ملي لتر يعني ثلاثة لتر وهاي هي عندي inspiratory reserve volume اللي هي من هون لهون هاي هي كلها لاحظ هايو من 5700 لـ 5700 هاي ثلاثة لتر يعني هاي 3000 ملي تمام؟ هاي هي inspiratory reserve volume في عندي capacity احنا عرفنا فهمنا شيء عن capacity هو جمع two volumes تمام؟ هو جمع two volumes او اكتر ممكن three volumes الإنسبatory capacity هو maximum volume of air that can be inspired at the end of normal quiet expiration يعني أنا جيت عليك حكيت لك اعمل لي quiet expiration quiet expiration بمعنى آخر انت كنت هون كنت هون حكيت لك اعمل لي quiet expiration يعني وصلت لهون تمام؟ او خلينا نحكي عن هاي النقطة انت كنت هون كنت بال end of the inspiration حكيت لك اعمل لي quiet expiration وصلت لهون بعدين حكيت لك خذ هالسة نفس قد ما تقدر من عند هاي النقطة من عند هاي النقطة لفوق هاي هي الinspiration electricity تمام؟ هاي هاي سيطر ما تشوفينها هي عبارى عن كل هاي الحفلة هاي هي linspiratory capacity اها إذا منستنتج انو linspiratory capacity ما هي إلا عبارة عن tidal volume زائد inspirational reserve volume فعلا ها هاي أنا عندي هون tidal volume عندي هاي هون عندي اللي هي linspiratory reserve volume وهاي كلها linspiratory capacity فهدول مع بعض هذن عبارة عن 지금까지 الي هي tidal volume والinspiratory reserve volume ومقدارها 3500 ميلي طبعا لأنها هي عبارة عن 3000 ميلي زائد ال500 ميلي زائد ال500 ميلي فهاي هي الانسباراتوري كاباسيتي طيب في عندي فوليوم أخرى اللي هي الاكسباراتوري ريزير فوليوم اكسباراتوري ريزير فوليوم ERV بحكي لك هاي هي الاكسترا فوليوم وف اير that can be اكتفلي اكسبارد ومقدارها 1000 ميلي طبعا اكتفلي معناتنا ايش بلشنا نفهم الموضوع معناتنا انا جيت عليك وحكيت لك اعمل لي اكتف فورست فورسفول إكسباراتوري يعني طلع كل الهواء قد ما تقدر يعني اعمل وظل كيك يعمل لحتى يم تموت ومش عارف تطلع كمان هواء تمام فهذا هو الإكسباراتوري ريزير فوليوم هو عبارة من هاي النقطة تمام من ال end of the quiet expiration من ال end of the quiet expiration من هاي النقطة يعني من هاي النقطة يعني من هاي النقطة تمام لحد ما طبعا انت تطلع كل الهواء اللي بتقدر تطلع تمام على حد ما يم وجهك يصير احمر وقد ما انت مش عارف تطلع كمان هواء هاي هي ايش هاي هي ال expiratory reserve volume ومقدارها من 1200 ل 1200 فاذا مقدارها 1000 ملي يعني واحد لتر تمام وفي عندي volume باسميه residual volume اها شو هذا residual volume هذا جدا بهمني طبعا كل الاتهم مهمين كل الاتهم مهمين لكن هذا بهمني ليش لانه اوش خلينا نعرفه نعرف شو هو بيحكي لك هو minimum volume of air remaining in the lungs even after a maximal expiration يعني ممكن واحد يحكي لي دكتور احنا هون عملنا ال expiratory reserve volume احنا طلعنا قد ما نقدر من الهواء بقول لك صحيح بتقول لي طب هاي وبعد في عندك 1200 ملي من الهواء طب هذا منقدرش نطلعه بقول لك اه هذا الهواء منقدرش نطلعه من اللنج يعني لو انت اجيت واذبحت حالك وانت قاعد تعمل expiration متت وانت قاعد تعمل expiration مش راح تطلع هذا الفوليوم هذا الفوليوم راح يظل موجود عندك باللنج هذا قاعد لك باللنج مش راضي يطلع من اللنج كمام مقدره 1200 ملي تمام هذا مستحيل يطلع هو minimum volume of air remaining in the lungs even after a maximal expiration حتى لو انتعمت maximal expiration قد ما تقدر هذا الفوليوم راح تظل موجود داخل اللنج عندك وهذا الفوليوم مادم ما بيقدر يطلع من اللنج نستنتج إنه هذا الفوليوم cannot be detected by the spirometer من خلال هذا الجهاز اللي حكينا عنه ما بيقدر يجيسه ليش؟ لأنه إنت أصلا إحنا قلنا طريقة عمل هذا الجهاز بإنه يجيس الهوال بتطلعه وبتدخله طب هذا الهواء هذا ما بتقدر تطلعه إذن مش راح يجيسه بكل بساطة إذا مش راح يجيسه فشفتوا كيف إنه الشغلة مش بصن الشغلة فهم تمام طب العادة إحنا كيف عرفنا يعني ممكن واحد يحكي طب إحنا ما بنقدر نجيسه بالسبيروميتر كيف قسنا وعرفنا إنه 1200 ملي بيحكي لك إنه to determine the residual volume والfunctional residual capacity الهيس راح نحكي عنها ويوز high helium helium dilution method وهي طريقة أخرى غير طريقة الـ spirometer طبعا مش مطلوبة منك وتفاصيلها أبدا تمام هذا هو الـ residual volume فعندي كمان الـ functional residual capacity إذن هاي عبارة عن volume زائد أو volume زائد volume زائد volume المهم إنه هاي جمع من الـ volumes سواء اثنين أو أكتر طيب بيحكي لك إنه functional residual capacity هي عبارة عن the volume of air in the lungs at the end of a normal passive expiration يعني أنت يجيت عملت normal passive expiration أنت كنت هون صح كنت بالـ end of the inspiration عملت normal passive expiration شو عن passive يعني quiet expiration صح قلنا عرفنا أنه quiet expiration is a passive process فأنت عملت quiet expiration وبعدين أتطلعنا على كمية الهواء الضلت اللي هي إيش من هون لنهاية الحفل لكلياتها من هون لهون هاي كلها شو بسميها زي متو بلاحظين بسميها functional residual capacity هي من هون لهون اللي هي إذن عبارة عن إيش ممكن نستنتج هي عبارة عن expiratory reserve volume زائد residual volume تمام زائد residual volume فهي عبارة وينها هيا هي عبارة عن expiratory reserve volume زائد residual volume وإحنا عرفنا أنه الـ residual volume 1200 ملي هايها 1200 طيب هايها 1200 ملي والexpiratory reserve volume هي عبارة عن 1000 ملي ف1000 ملي زائد 1200 ملي بيطلع لنا 1200 ملي من الهواء هو functional residual capacity تمام في عندي كمان capacity أخرى اسمها vital capacity اسمها vital capacity وهي عبارة عن maximum volume of air that can be moved out during a single breath following a maximal inspiration يعني أنت عملت maximal inspiration عملت شهيق قد ما تقدر تمام بعدين حكيت لك طلع قد ما تقدر من الهواء حلو إذن maximal inspiration بعدين قلت لك عمل لي maximal expiration وبعدها منشوف قديش بيطلع لنا vital capacity طب خلينا نطلع عليه إذن أنت عملت maximal inspiration بعدين حكيت لك عمل لي maximal expiration لأين رح تقدر لأين رح تقدر تعمل expiration لحاد ما تصل للresidual volume بعدين مش رح تقدر طبعا فهذه كلها هي vital capacity هايها vital capacity إذن هي منستنتج أنه هي عبارة عن هاي اللون الزهري ولا مش عارش شو هو هذا اللون اللي هو inspiratory reserve volume وهو عبارة عن هذا اللون بنفس الجيل الغامق اللي هو tidal volume وهو عبارة عن هذا اللون بنفس الجيل الفاتح اللي هو expiratory reserve volume إذن يجع لمعادلة vital capacity فعلا هيها عبارة عن inspiratory reserve volume وال tidal volume وال expiratory reserve volume بيطلع عنا 4500 ميلي بيطلع عنا 4500 ميلي من الهواء هو vital capacity طيب وفي عندي آخر إشي total lung capacity شو هي total lung capacity هي كل هاي كل هاي مع ال respiratory عفوا مع الزج وال volume تمام كل هاي الحفلة هي total lung capacity هي قديش بتقدر أنت تحط بالرئة تبعتك هو طبعا أنت بتقدر تحط ال residual volume وال expiratory reserve volume وال tidal volume وال inspiratory reserve volume فممكن واحد يحكيلي إنه total lung capacity تساويلي أولش ال inspiratory reserve volume زائد tidal volume اللي هي هاي الحفلة اللون بنفس الجيل غامج تمام زائد expiratory reserve volume زائد residual volume بقول له صحيح ولكن أنت ليش مصعبة حالك يعني ممكن إحنا نختصر هاي بإيش بإيش إش يعرفنا إنه هو يساوي لل inspiratory reserve volume وال tidal volume وال expiratory reserve volume اللي هو vital capacity هذول ما هن إلا عبارة عن vital capacity فممكن أنا أحكي إنه total lung capacity يساوي vital capacity زائد residual volume تمام هي هذول نفس الإشي يعني نفس الإشي تمام فهي ملاحظ إنه بيحكي لك volume of air that lungs can hold هو عبارة 5700 ملي يساوي لل vital capacity زائد residual volume زائد residual volume طيب أنت بس هون آخر إشي بيحكي لك forced expiratory volume in one second fifth one أنا بحكي لها fifth one تمام هي جدا مهمة لما تحكو عن pathology لما تأخذ system الرأس وتبدأ تتحكو عن pathology رحي تهمكو هاي اللي هي forced expiratory volume in one second هي الحجم الهواء اللي بتقدر تعمله زفير بثاني واحدة تمام يعني بيجي عليك الطبيب بيحكي لك اعملي زفير لمدة ثانية وأنا رح أقيس قديش كمية الهواء طلعتها من خلال معرفة volume of the forced expiratory air بيقدر الطبيب يعرف أنه مثلا عندك مرض بالرئة ولا ما عندك مرض أو وضعك طبيعي الرئة عندك طبيعية وظيفتها مش طبيعية وهكذا طيب بيحكي لك أن الفورست expiratory volume in one second the five one هي the volume of air that can be expired during the first second of expiration تمام during the first second of expiration ونورما بالاشخاص الطبيعيين اللي ما عندهم أمراض بالرئة أو مش مدخنين أو من هذه الأمور هي بتكون تساوي 80% من total lung capacity يعني 80% من 5700 ميلي تمام إذا كانت أقل بتكون عندي مشكلة وإذا كانت أكثر كمان بتكون عندي مشكلة بالرئة تمام بيحكي لك if decreased or increased هذا الإشي indicates بيدلني على أنه في عندي lung pathology هذا مش اسم مرض يعني مش هذا اسم مرض obstructive هذا اسم مرض restricctive ولكن هذه مجموعة من الأمراض بحكي لها وأصفوها بأنها obstructive lung pathology وهي كمان مجموعة من الأمراض أصفوها وأعطيها صفة إنها restricctive lung pathology تمام وطبعا مش مطلبات منكو لا بال general pathology يعني حسب ما بتذكر مش مجو بال general pathology رح تأخذوا عنهم بالتفصيل برضو بالsystem of the respiratory system لما تأخذوا عن pathology بالsystem للأرأس تمام في عندي كمان important terms بدنا نحكي عن pulmonary ventilation وال dead space وال alveolar ventilation تمام موضوع جدا مصيط صراحة الفيسيو طبع الأرأس من أسهل الفيسيو تمام فيعني درسوه كويس ونتبهوا عليه لأنه سهل تجيبوا فيه إعلامة تمام إذن نحكي أول شيء عن pulmonary ventilation بحكي لك pulmonary ventilation is the volume of air breathed in and out in one minute يعني كمتش أنت بتعمل breathing للair in and out inspiration و expiration خلال دقيقة و خلال دقيقة واحدة تمام بالكسر وليس بالفتح بحكي لك adjusts to bodies exchanging oxygen needs by يعني هو بيعتمد على إيش هو بيزيد وبينقص هذا pulmonary ventilation بالاعتماد على إيش بحكي لك أول شيء the volume of air moved per breath بمعنى آخر tidal volume وإحنا عرفنا شو هو tidal volume اللي هو بالوضع طبيعي يسوي ل500 ملي وهو عبارة عن volume of air breathing أو entering or leaving the lungs during single breath during single breath وأيضا بيعتمد على إيش pulmonary ventilation بيعتمد على number of breath per minute طبعا إيش طبيعي يعني بيعتمد على قديش بالدخل هو بالنفس الواحد وكم نفس أنت أصلا تتنفس خلال دقيقة صح؟ إذن إيش منطقي أنه بيعتمد على هذه الشغلات وبحكي لك طبعا هذا إيش بسميه أنه number of breath per minute بسميه respiratory rate الر بيختصروا الر تمام ويساوي لي 12 إلى 18 breath per minute بالوضع الطبيعي البلاد بيحكوله 12 تمام فنستنتج أنه pulmonary ventilation يساوي لي respiratory rate يعني respiratory rate per minute الر ضرب tidal volume اللي هو 12 ضرب 500 إذن يساوي لي 6000 ملي من الهواء كل دقيقة يعني 6 لتر من الهواء كل دقيقة أنت تأخذ بتطلع تأخذ بتطلع 6 لتر من الهواء بتعمل inspiration وexpiration خلال دقيقة واحدة إلى 6000 ملي من الهواء هاي هي pulmonary ventilation طيب قبل ما نحكي عن pulmonary ventilation ونفهم الفرق بين pulmonary ventilation وال pulmonary ventilation وهذه نقطة مهم جدا تعرف الفرق بناتلا أنها سؤال امتعان إن شاء الله تعالى تمام ولكن عشان نفهم pulmonary ventilation لازم نفهم dead space شو هو dead space بيحكي لك أنه not all inspired air inspired air gets down to the alveol light مش كل الهواء اللي بتعمله inspiration بيصل لل alveol light وإحنا بنعرف أن ال alveol light is the site of gas exchange هي المكان اللي بتتم في عملية تبادل الغازات بين اللنج وبين البلود فيسلس وبين pulmonary circulation وبين pulmonary capillars إذن لو الهواء ما وصل لل alveol light هذا الإشي معناته إنه مش كل الهواء بيصير بيصير لعملية ال gas exchange بمعنى إنه أنت عملت تنفس inspiration لكميم الهواء وهذا الهواء محمل بالأكسجين مش كل الهواء اللي عملت له inspiration راح يعطي الأكسجين للبلود ليش لأنه في منه مش راح يصل أصلا لل alveol light العاد وين بده يصل راح يصل لمناطق بيحكي لها dead space وعشان هيك حكنا لها dead space لأنها مناطق بيصل لها الهواء ولكن هي مناطق عاجزة إنها تعمل لك عملية ال gas exchange وحكي أنا بالمحاضرة الأولى إنه أنا بقسم تكسيمة الفيسيولوجيا لل respiratory system هي منقسمها بأنه أنا في عندي conduction zone وفي عندي respiratory zone حكينا ال respiratory zone هي المناطق بيصير فيها gas exchange أهمها لالveol light بينما حكينا ال conduction zone هي المناطق اللي هي بتشتغل فقط كممرات للهواء بس بيمشي الهواء من خلال الهواء ما بيتم فيها عملية ال gas exchange ما بين lung وال pulmonary capillaries تمام فهاي المناطق اللي ما فيها gas exchange بحكي لها dead space مناطق ميتة تمام بحكي لك air that not that does not participate in respiration عبارة عن 150 ملي يعني هذا الهواء اللي مش راح يصل للألفل حجمه 150 ملي بمعنى أنه في عندك من 500 ملي اللي هي tidal volume اللي عمت لها inspiration في عندك من 500 ملي 150 ملي مش راح يصير فيها عملية gas exchange بمعنى أنه راح تظل موجودة بال dead space طب هذا ال dead space بيقسموه العلماء بطريق معينة نعم بيقسموه في عندي dead space بسميه anatomical dead space وفي عندي dead space بسميه alveolar dead space تمام وفي عندي كمان physiological dead space اللي هو عبارة عن anatomical dead space زائد alveolar dead space بيعطيك physiological dead space طيب خلينا وش نحكي عن anatomical dead space هي فكرة الاناتomical dead space بكل بساطة انه no alveolar no gas exchange اذا هذه المنطقة الوصلة لهذا مش عبارة عن alveolar معنات مش راح صير في عندي gas exchange بمعنى anatomical dead space بمثلي التريكيا التريكيا ما فيها alveolar اللي عبارة عن ара barónquia el secondary bronchi tertiary bronchi تمام وفي عندي كمان non respiratory terminal اللي هي حكينا terminal bronchial حكينا انه انا في عندي terminal bronchial اللي عبارة عن non respiratory terminal bronchial وفي عندي بعدها مباشرة bronchial بحكيله respiratory bronchial وهذا respiratory bronchial bese em bilgas exchange وبالي هو ليس من ال dead space إذن مين الانتوميك ال dead space بس بله حاب أكتب لكو صراحة الدكتورة مش كاتبة إيش هن المناطق بصير فيها gas exchange مش كاتبة ولا حاكي ولكن أن صراحة مش راحة أرتاح غير حتى أقول لكو التكسيمة تمام بدي أكتب لكو إياها عشان الكل يكتبها وراي أنا حكيت لكو إياها ولكن بدي أكتب لكو إياها تكسيمة العلماء الفيسيولجيلة ال respiratory system يقسمه ولا conduction zone لازم كتبت لكو إياه صراحة conduction zone و respiratory zone respiratory zone اكتبوا وراي اللي بدي أكتبه تمام تمام ال conduction zone بيمثل لي اللي هي الشغلات هاي تمام هاي هي كلاتها conduction zone وشو هو ال bronchial theory مقصود فيه حكيانا مقصود في secondary bronchus tertiary bronchus وال terminal وال terminal هاي حابت تركزوا عليها احتياط terminal bronchiules تمام بينما هاي كلها ايش conduction zone بينما ال respiratory zone هي عبارة عن ثلاث شغلات هطولوا يكتبوا ليها نورك زول عليها اول اشي ال respiratory bronchiule bronchiule تمام bronchiules وفي عندك كمان ال alveolar duct تمام واخر اخر شيء ال alveolar sac اللي هي عبارة عن cluster of alveolus of alveolar alveolar sac او sacs تمام تمام ركزول عليها ركزول عليها يعني تمام تبهول عليها اذا كل ما عدا هذول الثلاث مناطق هني عبارة عن anatomical dead space طيب are not well perfused with capillaries يعني مش واصل لها capillaries كثير تمام مش مثلا ها نرجع نرجع ونشوف كيف ال alveolar sac شايف هاي ال alveolar sac شايف كيف مغطاة بشكل كامل بال pulmonary capillaries بيحكي لك احيانا بعض ال alveolar بعض ال alveolar وهذا الاشي بيصير بالعادة بسبب اشي مرضي ما بيصير بالانساء الطبيعي بيصير عند ببعض الاتحالات المرضية تمام بيكون بعض ال alveolar مش واصلها يعني ما عندها pulmonary capillaries بالقدر الكافي وبالتالي لو ما عندها pulmonary capillaries هذا الاشي معناته انه هي ماشي وصلها اكسجين وماشي هاي ال alveolar قادرة قادرة على انها تنفذ من خلالها الهواء انها تعملها gas exchange ولكن هي مش لاقي pulmonary capillaries اللي تعطيها الاكسجين وتوخذ منها الكربون ديكسايد وبالتالي هاي المنطقة بعض المناطق من ال alveolar بحكي لها alveolar did the space لانها not well perfused with capillaries so هاي المناطق have decreased gas exchange ففهمنا فكرتها انه هي ماشي بيصل لعندها هواء محمل بالاكسجين لما انت تعمل inspiration بيصل لعندها هواء محمل بالاكسجين 100-100 ولكن هي الان لما بدها تلاقي pulmonary capillaries تعطيها هذا الاكسجين تحكي لو خذ مني مشاغ الله هذا الاكسجين مش راح تلاقي لانها not well perfused مش perfused معناتها انه في لها perfusion يعني في لها تروية دموية تمام هي not well perfused ما عندها تروية دموية بالقدر الكافي ما مش ملاقي حواليها pulmonary capillaries اللي تعطيها ال O2 تأخذ منها CO2 فهال المناطق بحكي لها alveolar did the space وحكيت لكم انه هاي بالمعظم بتكون عند الاشخاص اللي عندهم بعض الحالات المرضية في رأياتهم ما بتكون بالعادة موجودة بالاشخاص الطبيعيين اللي سلمين اللي 100 وضعهم تمام الفيسيولوجيكال did space هو مجموعة هذول two dead spaces is the summation of the anatomical dead space والالفيولر did space تمام طبعا نحكي عن الالفيولر فنتيليشن الالفيولر فنتيليشن هو تقريبا مشابه للبلومينر فنتيليشن ولكن هو أدق كيف أدق الالفيولر فنتيليشن بحكي لك يا عمي انت هون قاعد تحكي عن كمية الهواء اللي مندخله تمام اللي هو 6000 ميلي بالدقيقة هذا كمية الهواء اللي مندخله ومنطلعه خلال دقيقة طيب ولكن مش كل هذا الهواء زي ما حكينا مش كل هذا الهواء بيساهم عندي بالgas exchange فأنا ليش ما أطرح ليش ما أطرح كمية الهواء اللي ما لها داعي اللي هي ما بتساهم الgas exchange وبعدين أضرب بالrespiratory rate فالالفيولر فنتيليشن is the volume of air exchanged between الأتموسفير والالفيولاي per minute تمام كل دقيقة فالالفيولر فنتيليشن هو عبارة عن tidal volume اللي قلنا هو 150 ميلي ضرب الrespiratory rate اللي هو 12 في 500 ناقص 150 هذا الاشي بعطيك 350 تمام ضرب 12 هذا الاشي بعطيك 4200 ميلي كل دقيقة هذا هو الالفيولر فنتيليشن رجزوا عليه لأنه رح يجيكوا سؤال مثلا رح تحكي لك عندك شخص الrespiratory rate تبعه هل قد ال dead space هل قد التالي الفوليوم هل قد وحسب لي ال pulmonary ventilation وحسب لي الالفيولر فنتيليشن أو ممكن تحكي لك 6000 أو يعني جواب أنه يطلع هو ال pulmonary ventilation وتروح حاسب ال pulmonary ما تنتبه أنه حاكي ال pulmonary ventilation وتختار هذا الجواب وكيف حالك ولا أنك غلطان بهذا السؤال التافح البسيط اللي مش مستهل تغلط فيه تمام فنتبهوا لي عليهم فنتبهوا لي عليهم الآن نحكي عن ال gas mixture تمام نحكي عن ال partial pressures هسا فنفرض أنه مثلا في هذا ال environment المعين تمام في عندي مثلا O2 وفي عندي وفي عندي N2 تمام هاي الجازز كلياتها مع بعض هالبعض بتساهمي أنها تعملك pressure معين صح زي مثلا حكينا ال environment أو الأتموسفير pressure تبعه قديش حكينا 760 قلنا ولا 780 قديش حكينا ما تذكر وينها 760 760 طيب 760 فتعملك مثلا pressure بمقدار 760 مليمتر زي بقي حلو حلو ولكن فعليا كيف لو بدنا نطلع على الأمر بشكل منفرد على كل جاز كل جاز بساهم بجزء من هذا تمام بساهم بجزء من هذا مثلا أوتو بساهم مثلا بخمسمية مثلا وستيو أوتو مثلا بساهم بمية تمام ومثلا أنتو بساهم بمية وستين مليمتر زي بقي مليمتر فمجموعين خمسمية زاد مية ستمية وستمية زاد مية وستين سبعمية وستين تمام فهاي اللي خاصة بكل جاز بحكي لها partial pressure partial pressure of O2 partial pressure of CO2 partial pressure of nitrogen أو اللي هو الأنتو تمام وبينما هذا الكامل اللي هو complete pressure أو total pressure تمام فوصلتك هالفكرة طيب الآن نقرأ تمام المكتوب بيحكي لك اللي هي منعرف أن أنا في عندي respiratory gases include يعني معظم الـ inspiration هي O2 والأنتو CO2 ممكن واحد يحكي لطب ليش إن هذول إيش معنى مثلا القاز الثانيات ما بصير لها بقول لك لأن الأتموسفير اللي أنت عايش فيه هذول هنه معظم الغازات الموجودة فيه مثلا بالأتموسفير عندك 79% من الغازات الموجودة بالهواء هي عبارة عن نيتروجين 21% عبارة عن O2 CO2 حتى لسه قدر قليل جدا موجود بالهواء المحيط فيك ف respiratory gases هي O2 والأنتو CO2 تمام بحكي لك إنه يعني في هاي الخلطة من الغازات كل غاز contributes to the total pressure اللي هي قلنا 760 in proportion to its concentration أوكي صراحة هاي الجمل نسختها زي ما كاتبت الدكتور ولكن أنا حاسي إنه ممكن أكتبها بشكل أفضل لازم كتبت إياها بشكل يعني أريح يعني الموضوع جدا بسيط شوفوا خليني أقول لكم عشان أريح كوراي حالي قبل ما أقرأ الجمل اللي كاتبت الدكتور راح تقول فكرة وبعدين نقرأ راح تصير الموضوع جدا بسيط شوفوا إحنا حكينا إن أنا في عندي مثلا CO2 أو خلينا خلينا مثلا على CO2 تمام حكي إن كل واحد إليها مثلا الان خلينا نحكي و O2 مثلا 160 تمام فقداش صار عندي total 760 صح هاي طيب أسا خلينا نرجع خطوة لوراء خطوة لوراء على أيح riment والي ال ال بالتالي إن صار عندي شو إنو ال ال عمل لي ال وال و عمل وال 跟 ال عمل لي ما لل ١ اللي هو 760 مليمتر السابق بس ساهي كل القصة تمام فبيحكي لك انه يعني يعني ايش طبيعي انه اللي له اعلى رح يكون له اعلى وبالتالي رح يساهم بشكل اعلى بالتوتال بيحكي لك تمام اللي هي معناتها بيحكي لك انه بيحكي لك انه كل ما زاد عند الكنسنتراشن مثلا الانتو رح يزيد عندك بمعنى انه بيعتمد على بيحكي لك يعني مجموع كل القاز اللي مساهميت لي او الموجود بهذا الانفيرومنت هذا الاشي رح يساوي لي ايش رح ساوي لي من هذا المكسجر تمام بس ها هي الفكرة تمام يعني اتوقع هون انا وضحت الامور بشكل ابسط ولكن هون الجمال يكتحس لشوي نخبة طوى ومتداخنة مع بعضها وابسر كيف مكتوبة عكل حال نحكي الان عن مكونات الهواء هذا اللي انت عايش فيه اللي هيو حواليك تمام شو مكونات بحكي لك تسكمبوزد مائلي اوف تسع وسبعين بالمية نيتورجن يعني تسع وسبعين بالمية من الهواء محيط فيك نيتورجن وواحد وعشرين بالمية اكسجن يعني واحد وعشرين بالمية من الهواء محيط فيك عبارة اكسجين طيب والتوتل بريشر وف اير ميكسجر قديش 760 الملي متر ذو بقي اللي هي الأتموسفيريك بريشر بحكي لك إنه عشان نعرف كل غاز كميات الريقين تتبعه يعني كميات الساهم في من التوتال بريشر كله نضرب الكمياته بالتوتال بريشر يعني النيتروجين بريشر هو عبارة Cul Easter 79% من 760 اللي هي التوتال بريشر بيطلع عنا 600 ملي متر ذو بقي والأكسجين برشrip 21% من 760 ملي متر ذو بقي اللي هي التوتال بريشر بيطلع عنا 160 ملي متر إذا بقي إذن هذه هي هاي البارشل برشار أوف ذا أن تو تمام نحكي الآن عن نقطة حلوة وجميلة ومهمة اللي هي ليش يعني هو المحيط فينا بيختلف عن الموجود بالألفيولاي آه بيختلف ليش؟ هسأ بحكي لكم تمام نكمل بيحكي لك أنه ما عنده نفس الهواء المحيط فيك بيحكي لك أنه هاي الدفرانسيز أكر بيكوز ليش هاي الدفرانسيز موجودة هتوقع أنه لو تفكر فيها شوية لمضاء منطقي ليش؟ لأنه من أول ما قال بسم الله وفات على الهواء عندك زي ما حكينا في عندي ميوكس ميمبرين محيط بال إذن راح يعمل لترطيب وهي موديفكيشن للإير وبالتالي هاي أول فرق هاي أول إشي ساهم بأنه يكون في عندي فرق إنه الإير اللي بفوت راح يصير لعملية هي موديفكيشن راح يكسب أتش تو أو تمام فراح يعمل دايلوتينج للإنسبايرت قاسيز وبالتالي راح يكون في عندي بارشل البرشور أقل بالشكل عام تمام راح يكون عندي بارشل البرشور أقل بالشكل عام من الموجود بالإير مثلا لاحظ الموجود بالالفيولاي عبارة عن مية وأربعة بينما بالإير موجود مية وستين من المترزق بقي ليش هذا النقصان بالالفيولاي لأنه كسب أتش تو أو فصار أنه عملية دايلوشن شو عن دايلوشن هو عكس الكنسنتريشن عكس أنك تعمل لإشي زيادة التركيز هو دايلوشن أنك تقلل تركيزه كيف بتقلل تركيز إش بأنك تحط مية زيادة تمام يعني مثلا أنا وجبت نفس كمية ملح نفس كمية ملح الكمية الأولى طبعا هنا نفس كمية حطيتها بلتر من المي الكمية ثانية حطيتها بمية لتر من المي بأي كاسي راح تبين معك طعام الملح كويس باللتر طبعا ليش لأنه الموجوده بمية لتر بتكون الملح بكون نفس الكمية بولاك موزع بكمية أكبر من الماء فbyكون نفس الإشي لو بيكون صار عليه عملية دايلوشن بسبب انه كسب لانه صار له فهي اول اشي ساهم بالفرق ثاني اشي بحكي لك انه كل ما تأخذ انت قاعد تغير بهذا بشكل تمام لما انت تعمل التنفس بكل نفس بتأخذه طيب نفس الاشي بحكي لك عفوا موضوع ثاني كمان بحكي لك انه الاكسجين is constantly absorbed into blood from the alveoli انت الاكسجين الموجود عندك بالالفولاي الموجود عندك بالرسباراتري سيستم مجرد ما يفوت هو ايش راح يروح للبلد فانت قاعد تخسر اكسجين والكاربون ديوكسايد لعكس لما يفوت عندك الهواء على الرئة انت قاعد تكسب كاربون ديوكسايد من البلد المحيط بالالفولاي فكاربون ديوكسايد is diffused into alveoli from blood تمام فانت قاعد تخسر اكسجين بشكل مستمر قاعد تكسب كاربون ديوكسايد بشكل مستمر بالرئة وكمان الالفولاي الموجود is replaced by atmospheric air during each breath بشكل بارشلي وكمان بحكي لك انه as air interspirator passages راح يصير لعاملية همودفكيشن وهذا اشي راح يعمل لي دايلوشن للإنسباير غازز فهي كل شيء بتساهم بانه الالفولار air composition ما يكون عنده نفس gas concentration as the atmospheric air composition تمام بلا بس انا حاب ارجع لها النقطة واوضحها هون انسيت احكي عنها هون تمام يعني مش هالنقطة المهمة ولكن حاب هيك يعني تفهموها بشكل احسن تمام فهالنقطة هي نقطة هون شو اللي بصير عندي انا during each breath اول اشي انت عملت شهيق تمام لها 500 ملي من الاكسجين زي ما كنا بنعرف تمام ففي عني كمان بيكون 150 ملي موجود بال dead space مدامه موجود بال dead space اذن هذا ما يعمل gas exchange معناته هذا ظلوا ايش ظلوا محمل بالاكسجين ظلوا محمل بالاكسجين وبيدور وبيستنى وبيشوف بلد يمين ويصار بيدور حالا الكابيلرز اللي يعطيها هالاكسجين ولكن مش لاقي ليش لانه موجود بال dead space تمام بعدين انت عملت expiration انت لما تعمل expiration اول ايش رح تطلع الموجود بال dead space لانه هذا موجود فوق مش تحت راح تطلع 150 من وواثف 150 من الموجود تحت تمام وبعدين راح ت empleod بعمل عملية inspiration ولما ت empleod بعمل عملية inspiration لاحظ انه انت لما عملت expiration اللي ظل عندك تحت اخر اشي هو من القاس اللي ساهم بال gas exchange فهو ظل موجود تحت بعدين انت عملت expiration لاحظ ان ال caveät اللغاز موجود تحت تحت اخر اشي صار تمام هاي بالspiration الثاني الجاس موجود تحت اخر اشي اكثر اشي تحت هو من اللون رمادي معناته أنه ساهم أنه already ساهم بالgas exchange فهو إيش already ساهم بالgas exchange بينما الـ air اللي بعده محمل بالأكسجين وبعده fresh air توق عملت له inspiration موجود فوقي تمام وهي العملية بتتكرر فلاحظ أنه هو partially replaced يعني أنت ما بتطلعين كلهن بعدين بدخلين كلهن لا هو اللاحظ أنه اللي 150 اللي كانت تحت 150 كانت تحت اللي صارتها gas exchange ظلت موجودة موجودة تحت آخر إشي فمش راح تطلع من أول بريث مش راح تطلع من أول بريث يعني فيه كمان موضوع مش شرحيته الدكتورة اللي هو كم نفس لازم تأخذ عشان كل الهواء اللي بريئتك يتجدد يعني كم نفس لازم تأخذ عشان كل الهواء كل الهواء القديم يطلع وكل وفوت عندك هواء جديد على ريئتك كم نفس لازم تأخذ ولكن مش شرحيته الدكتورة تمام نحكي الآن عن الـ gas exchange وأخيرا نحكي لك أنه يعني من الأعلى للأقل تمام بحكي لكم الـ هي عبارة عن ما بين ما بين اللي محيط بالرئة والسراؤنين اللي هي بمعنى آخر ما بين وما بين طبعا زي ما بنعرف أنه أنا في عنده مثلا الرئة وفي عنده هون مثلا تشيو معي مثلا فنفرض القلب أنا في عنده هون بيكون بلد تمام فعمليه تبادل الغازات ما بين الـ lung وال pulmonary capillary هاي بتتم من خلال الـ بعدين نفس نفس الاشي هذا البلد رح يصل لمنطقة تشيو زي مثلا هون عندي القلب نفس الاشي بتم أعطاء بعض بعض الغازز وأخط بعض الغازز والأمور وهذا الاشي بتم برضو من خلال partial pressure gradient تمام ها سنحكي كمان عن موضوع حكينا عنه مسبقا ولكن هون ما بدنا نحكي بشكل أكثر تفصيلا اللي هو الرس بايورتري ميمبرين اللي هو الحاجز الموجود ما بين الغازز الموجود من الرس بايورتري ميمبرين وهو بتكون عندي من عدة طبقات حكينا نحن مسبقا أنه بتكون من ثلاث طبقات رئيسية اللي هو الألفيلر إبيثيليم والفيوز باسمت ميمبرين والكابلري اندوثيليم تمام ولكن الآن بنحكي بشوية تفاصيل أول إشي أول طبقة هو بنمر من الألفيل للكابلري أول طبقة رح ممر فيها اللي هي layer of fluid containing surfactant اللي هو مش حكينا أنه الألفيل بتكون على سطحها على جدرانها عفوا فعندي طبقة من الووتر طبقة من الماء فهو أول شي لازم ممر من هذه الطبقة من هذا الفلود اللي طبعا موجود كمان معه إيش surfactant حكينا أنه surfactant هذا بيفرز عندي type 2 الفيلر سلس عشان يمنع يقلل من surface extension بتالي عشان يمنع recoil of the lung بتالي عشان يمنع طبعا بيحكي لك أنه هذه الطبقة بتكون lines the alveolus و reduces the surface extension of the alveolar زي ما سأحكي تلك تمام ثاني طبقة اللي هي الالفيلر اللي هي type 1 والtype 2 alveolar سلس بيحكي لك أنها of thin epithelial سلس طبعا مهم جدا تكون thin عشان هذا الإشي بيسهل عندي عملية الgas exchange بعدين عندي الالفيلر بسمت membraine ثاني interstitial space between the alveolar epithelium والcapillary membraine وبعدين عندي capillary basement membraine اللي هو that fuses with the alveolar epithelial basement membraine زي ما حكينا مسبقا وعدين عندي آخر طبقة اللي هي capillary endothelial membrane اللي هي الخلايا المحيطة والمغلفة والمكونة لل pulmonary capillary او البلد بشكل عام تمام زي ما نلاحظين هاي هي عندي الرسم كليات هاي عندي الالفيلور epithelium بعدين عندي الالفيلور basement membraine بعدين في عندي interstitial fluid بعدين في عندي capillary basement membraine بعدين في عندي capillary endothelium تمام وهذا الجدول هو نفس الحكناة وهي عندي نفس الرسم تمام نحكي الان عن diffusion هذا الاشي بيتم بريت معين بريتم معين تمام بيحكي لك الالفيلور capillary مثلا فيما يخص CO2 CO2 بيكون بالكابلري أعلى من الموجود بالالفيل وبالتالي الدفيوجن سيكون من الكابلري للالفيل تمام بيحكي لك انه انا عندي قانون عمله شخص اسمه فسمه فكس لو دفيوجن هذا دفيوجن شو هذا فكس لو بيحكي لك فكس لو ستات ذات سرعة الدفيوجن أو خلنحكي تمام فيه اشياء بتحددلي سرعة هذا الدفيوجن قديش بيصرف عندي دفيوجن مثلا كل دقيقة مثلا لغاز الأكسجين مثلا ايش اللي بيحدده بيحدده عدة شغلات اول ايش بيحكي لك طبيعة الميبرين نفسه اللي راح مر منه طبيعة الراسپيرتر الميبرين نفسه اللي راح مر منه ثاني ايش طبعا كل ما زادت بيسهل ويساعد الجاس اكسجين طبعا هون راح نحن لك عنهم التفصيل هذو العوامل ثالث عامل بحكيك طبعا كل ما كان هذا الجريدينت اعلى يعني كل ما كان فرق مثلا ما بين كل ما كان هذا الفرق اعلى هذا الاشي راح يزيد ويسرع ويزيد الريت للأوتو واخر شي ثيكنس كل ما كان الميبرين ثن نحيف ورقيق تمام هذا الاشي راح يسهل ويساعد الريت راح يسهل الجاس تمام هالفاكتور تديرمن هاو رابدلي دا قاس والباس ثرو الميبرين اللي هي نفسها هسا حكيناها ولكن هون بنحكي عنها بشوي التفاصيل اول شي بحكي لك الثيكنس اللي هسا حكيناها طبعا هي طبعا بتكون بشكل عكسي يعني يعني مش شو بحكي لها تناسب تناسب عكسي مش تناسب طردي تناسب عكسي يعني كل ما زادت راح يقل الديفيوجر ريت وكل ما قلت راح يزيد الديفيوجر ريت فهي بحكي لك انها ممكن تزيد الثيكنس ميمبرين ممكن الثيكنس ميمبرين ممكن يزيد ببعض الحالات المرضية زي مثلا بالبلمونري اديما طبعا لانه لما صير عندي اديما انا في عندي اكيوميليشن وفي الفلويد بالتالي انا قاعد ازيد الثيكنس بابضو بالبلمونري فيبروسوس بكون في عندي بكوان ببعض العالي ويسسنو سكار فورميشن هو عبارة عن دبيوزيشن أوف كولوجن وهذا دبيوزيشن أوف كولوجن راح يزيد عندك الثيكنس أوف ذا ميمبرين وكمان في عندي النومونيا اللي هو أحد اللي هو اللي هو اللي خلينا حكي инفلميشن تو truths of the lung هؤلاء يعرفون إياهن تمام ولكن لديه كثير ولكن يعرفون إنه هاي شغلات بتزيد عندي تكنسف ذا ممبرين تمام ثاني إشي وهذا كل ما زاد بزيد عندي إذا هذا تناسب طردي تمام هذا الإشي ممكن يزيد ممكن لو أنت لعبت الرياضة هذا تزيد طبعا هذا الإشي منطق لأنه أنت لما تلعب الرياضة بدك أوتو بشكل أكثر من الطبيعي فأنت بتزيد السيرفس أريا طبعا الممبرين عشان تزيد عشان تزيد كمية الأكسجين اللي بفوت على جسمك لأنه أنت الآن بحالة تتطلب الكثير من الأكسجين اللي هي أنه أنت قاعد تعمل طيب وفي عندك كمان بعض الحالات المرضية اللي ممكن يتقلل هذا السيرفس أريا مرض بحكيله إنفيزيمة هو أحد الأمراض بتصيب اللنك طبعا مش مطلب ممكن تفاصيله وهيك الشغلات بتقلل لي سيرفس أريا بالتالي هاي شغلات بتقلل لي الرياضة وفي عندك مان الدفوجين كو افشانت معاملة الدفوجين الدفوجين كو افشانت is constant for each individual gas يعني مثلا الأو 2 اللي هو دفوجين كو افشانت محدد مثلا 14 مثلا تمام والسيو 2 اللي هو مثلا رقم محدد مثلا 16 تمام فهو constant for each individual gas تمام بحكينك أنه هذا بيكون inversely proportional متناسب بشكل عكسي مع gas molecular weight مع molecular weight تبع الغاز المعètres مثلا تبع الأو 2 ولكنه أيضا directly proportional متناسب بشكل طردي مع solubility of the gas in the membrane مع ذائبية هذا الگاس بالmembrane يعني كل ما زاد molecular weight راح يقل rate of the diffusion وكل ما زاد solubility of the gas بالmembrane راح يزيد rate of the diffusion تمام فبناء على هذه القواعد نستنتج هذه المعلومات إنه CO2 diffuses more rapidly than O2 والO2 diffuses more rapidly than N2 لاحظوا معي شغل أول شيء طبعا مدوم نكون علماء جهابذة في الكيميا كنا مفروض نعرف إنه O2 الملكة الأروية تبعه أقل من CO2 لأنه هذا O2 بينما هي CO2 هذا 2 أكسجين ومضيوف عليه كاربون فهذا القاس ملكة الأروية إله أعلى فممكن واحد يحكي لي دكتور القاس ملكة الأروية تبعه CO2 أعلى من القاس ملكة الأروية تبعه O2 طب كيف العادة CO2 diffuses more rapidly than O2 بحكي لك ما أنت ما تطلعتش على العامل الآخر اللي هو إيش السوليوبيلتي وإنت لو تعرف بالسوليوبيلتي بتعرف إن السوليوبيلتي في the CO2 أعلى بكثير أعلى بعشرين مرة في الواقع أعلى بعشرين مرة من الأروية فصحيح إنه الملكة الأروية في the O2 أقل وبالتالي المفروض يعبر بشكل أسرع ولكن السوليوبيلتي أعلى بكثير من الأوتو لدرجة إنها غطت على الملكة الأروية العالي تبعها المقارنة بالأوتو وبالتالي صار السي أوتو diffuses more rapidly than O2 تمام؟ والأوتو والأنتو الملكة الأروية تبعه أقل من الأنتو بالتالي أوتو diffuses more rapidly than أنتو يعني صف عندي أسرع واحد السي أوتو بعدين الأوتو بعدين عندي الأنتو تمام؟ هذا اللي هو إيش الـ diffusion coefficient بيعتمد على الـ gas وبيعتمد على الـ solubility of the gas in the membrane وفي عندي كمان partial pressure gradient حكينا كل ما زاد الـ gradient كل ما زاد فرق partial pressure هذا الإشي رح يزيد الـ rate of the diffusion وبالتالي هو proportional متناسب بشكل طردي مع الـ rate of the diffusion كل ما زاد بيزيد الـ rate of the diffusion طيب الآن إحنا هون حكينا عن نقطة مهمة اللي هي السوليوبيلتي خلينا نحكي عنها بشكل منفصل هون السوليوبيلتي كمية الـ gas اللي بيذوب بـ liquid بيذوب بسأل بيعتمد على الـ solubility كل ما كان solubility للـ gas أعلى كل ما رح يذوب عندك كميات أكبر من هذا الـ gas تمام بيحكينا أنه الـ gas must be soluble in the liquid to diffuse through the liquid طبعا هس مش إحنا حكينا أنه أنا في عندي بالـ respiratory membrane طبقة من الماء تمام معناته إحنا نستنتج أنه اللي له ذائبية أعلى بالماء رح يعبر الـ respiratory membrane بشكل أسهل طيب CO2 زي ما عرفنا is 20 times more soluble than O2 وبالتالي CO2 diffuses 20 times more rapidly than O2 than O2 تمام هذه نقطة جدا مهمة ركزول عليها تمام على الرغم أنه الـ gradient of the partial pressure of CO2 أقل بعشر مرات من partial pressure gradient of the O2 على الرغم أنه أقل لكن CO2 كسبان إيش؟ كسبان solubility إله solubility أعلى فبيظل CO2 diffuses 20 times more rapidly than O2 يعني على الرغم أنه أوتو إله ملكتلرويت أقل من CO2 وعلى الرغم أنه partial pressure gradient of the O2 أعلى من partial pressure gradient of the CO2 ولكن CO2 solubility إله أعلى بكثير من الأوتو لدرجة أنه CO2 diffuses 20 times more rapidly than O2 لأنه CO2 is 20 times more soluble than O2 in water تمام الآن في عندي هون نقطة اللي هي temperature بيحكي لك as the temperature of liquid rises solubility رح تقل يعني كل ما زدت درجة حرارة إلى هذا الـ liquid solubility للغاز رح تقل ممكن هون واحد يستوقفني ويحكي لي دكتور صراحة هاي مش مقتنع فيها يعني أنا درست بالمدرسة عن الذائبي وبعرف لي هيك كم إش عن الذائبي وهاي مش مقتنع فيها لأنه أنا بعرف أنه مثلا 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 دكتور لو جبت أنا كمية من الماء تمام وحط ذوبت فيها ملح تمام وأنا بعرف أنه لو جبت لو جبت هالماء وزدت درجة حرارته مثلا حطيته على الغاز وصار يغلى صار يغلى تمام رح يستوعب رح يقدر يستوعب كمية أكبر من الملح بمعنى أنه الذائبية الملح زادت بقول لك هذا الحك صحيح مية بالمية ولكن هون إحنا منحكي عن جازز عن إيش جازز وين كلمة جاز طيب عن جازز قابت بس دورها كلمة جازز هاي كلمة جازز تمام فالجازز وضح بيختلف عن المواد الصلبة المواد الصلبة زي الملح مثلا كل ما زيدت درجة حرارة الليكويد السولوبيلتي تبعها رح يزيد فعلا ولكن الجازز الوضع بالعكس كل ما زيدت درجة حرارة الليكويد السولوبيلتي وبذا جازز رح تقل تمام وبس يعني هي مش المعلومة العظيمة ولا هالإشي العظيم ولكن بس حبيت عشان إذا شخص يعني تخربط بهذا الموضوع بس حبيت أنبه على أنه هن إحنا قاعدين نحكي عن سولوبيلتي تبع الغازز وليس تبع السولويتز تمام تمام الآن نحكي عن الغاز وآخيرا في جسم الإنسان ككل في جسم الإنسان ككل نمشي مع الأوتو من أول ما يفوت لللنك لحد ما بده يطلع من اللنك نمشي كل الحفلة اللي رح يمشيها الأوتو وصي أوكي فنحكي الآن عن الغاز بحكي لك أنه تمام يعني تمام تمام زي مثلا الأكسجين بيمشي من الأكسجين بالأكسجين بالأكسجين بالكابلار والعكس صحيح رح يمشي من البلد للأكسجين زي حالة كاربون ديوكسايد لأن بالكابلاريس أعلى من بالكابلاريس بالألفيلاي وبالتالي رح يمشي عندي من الكابلاريس للألفيلاي تمام الآن يجي لهاي الحفلة اللي مش عارف ليش هي كالدكتورة صراحة دكتورة إيصر صراحة من أفضل دكتورة الفيسيولوجي بالنسبة لي أنا هيك شايفها ولكن صراحة مش عارف ليش هي كالحفلة هاي يعني عاجقل الدنيا فأنا بس شوف ركزوا معي أول إشي الموضوع جدا بسيط طبعا فيه حفظ أرقام ولكن تعرف شو هي الأرقام تكن تحفظوها مية أربعين أربعين ستة وأربعين بس خلص خلصنا اللي بدي يطلع من الحاضر سيطلع تمام خلصنا خلصنا تمام أول إشي أنا في عندي بالأتموسفيرك إير في عندي والبارشل بريشر أوف ذا أوتو ميو ستين والبارشل بريشر أوف ذا سي أوتو صفر فاصل ثلاث وعشرين نضح طول عليهم إكس ما بيهموني بالمرة نخليني نطلع على البارشل بريشر أوف ذا أوتو باللنكس والبارشل بريشر أوف ذا سي أوتو باللنكس كمان أربعين هاي أربعين سي أوتو والأوتو مية تمام مش راح أظل أحكي بارشل بريشر لأنه صراحة يعني راح أندوجيك فرح أحكي بس أوتو سي أوتو تمام تمام أنت فهموا المقصود أنه قزلي بارشل بريشر أوف ذا و بارشل بريشر أوف ذا تمام فالأوتو مية والسي أوتو أربعين هاي وين باللنكس تمام تمام بيصل البلد من جهة الفينصيد يعني الجهة دي أكسيجيناتد زي ما بنعرف بيصل بإيش بيصل الأوتو أربعين والسي أوتو ستة واربعين تمام وصل لهون الآن بده صير عندي عملية الـ Gas Exchange بدنا نعطي أوتو ونأخذ سي أوتو طب لماذا رح نظل نعطي ونأخذ أوتو لماذا رح نظل نعطي أوتو ونأخذ سي أوتو لحد ما يتساوي عندي لحد ما يتساوي مع بعضهم بعضي يعني لحد ما نصل لمرحلة الإكوليبريم بمعنى أنه أوتو هون أربعين والسي أوتو هون ستة واربعين صح رح يطلعوا قديش رح يطلعوا نفس اللي باللنك رح يطلعوا O2 100 والSeo O2 40 ممكن الواحد يحكيه طب ليش ما يتساوى بشكل عكسي بحكي له كيف يعني يعني مش هون O2 40 هون 100 ليش ما يتساوى بأنه الاثنين صاروا 40 ليش انه الاثنين صاروا 100 بقول لي فلعن هاي اللنغ يا حبيبي شو عن اللنغ يعني هاي بظل يجيها O2 بظل يجيها O2 وبظل يطلع منها CO2 هاي عندها مصدر هواء بينما الكابلري لا ما عنده مصدر هواء فهاي بظل يجيها O2 ولحد ما يتساوي هذا 100 بالتالي بتساوي الاثنين 100 100 بالنسبة للأوتو والسيو أوتو نفس الاشي كان 46 والاخر بتساوي بأنه الاثنين يصير 40 تمام تمام بعدين نمشي مع هذا الدم وصل للقلب بعدين طلع من القلب عشان ينضخل باقي أجزاء الجسم بالأورتا تمام يصل للتشيوز الآن التشيوز وهو وصل طبعا بعده نفس الاشي الأوتو 100 والسيو أوتو 40 هاي الأوتو 100 والسيو أوتو 40 حلو حلو الآن شو بده يصير عندي العكس بدنا نعطي أوتو يعني بدنا نخسر أوتو ونأخذ سيو أوتو من التشيوز لأن التشيوز زي ما بنعرف بتعمل لي تجعى الفود بتعمل له يعني تستهلك أوتو عشان طلع سيو أوتو واتستو وأي تي بي وهذا الأي تي بي بتستهلك الخلية عشان تأدي وظائفها طب هذا السيو أوتو السام اللي بنعرف أن الغازي سيو أوتو مش كويس يضلع عنده بدسم الإنسان هذا السيو أوتو نتخلص منه بالكابلر شو داخل التشيوز داخل السيوز الپاشل Però são 40 يعني هكتب لك أقل من أربعين هون كتب لك أكثر من 46 لا دقيق كثير خلص أوتو 40 و 시작ة أوروية تمام تمام رح يصن لهون لحد ما يتساوي نفس الشي رح نعطي أوتو ونأخذ سيو أوتو لحد ما يتساوي البارش crest بمعنى إنه البارش البرش بخير رح يكمل بالفين الصيد بحيث إنه الأوتو صير أربعين والسيو أوتو صير سيو أوربين بمعنى أنه تساوى مع الموجود بالسل تمام؟ تساوى مع الموجود بالسل لاحظ أنه هالمرة ما تساوى بأنه ظل أنه هاي تصير مية وهاي تصير أربعين ليش؟ لأنه السل ما عندها مصدر هواء متجدد بينما اللنغة عندها مصدر هواء متجدد فكل الحكاية هاي كل حفلة هاي منطقية تمام؟ مش بصم فكمل عند الO2 أربعين والCO2 أربعين بيصلوا للقلب تمام؟ بيصلوا للقلب بعدين بيضخوا من القلب للPulmonary Circulation بيصلوا كCO2-46 والO2-40 ونفس الحفلة بتظل تتكرر عندي تمام؟ بكل بساطة يعني بسيطة جدا توقع صح؟ طيب هذا الجدول هو ملخص لأهم Partial Pressures طبعا حيفظ هذول اللي هاي طبعا اللي مش بالأصفر أكسولة عليه مش ضروري جدا تعرفوه بحكي لها في الأتم سفير 160 للO2 والCO2-0.23 أول شي حكينا عن فينس بالمنوري سيركليشن الأوتو بيكون أربعين والCO2 بيكون ستة وأربعين لأنه بيكون أعطينا الأوتو للتشيو وأخذنا CO2 من التشيو وبالتالي بيكون عندي CO2-46 والO2-40 جوال لانجز بيكون عندي الأوتو مية والCO2-40 فلما يطلع بالأرتيريال صايد بيطلع كأنه الأوتو مية والCO2-40 بمعنى أنه تساوى مع البرشل الموجود داخل اللانجز بعدين بيكمل بالأرتيريال سيستيميك سيركليشن اللي هي هون اللي هي نفس الإشي يظل عند الأوتو مية والCO2-40 بعدين عندي جوال تشيوز هنا لاحظنا أنه الأوتو أربعين والCO2-46 بعدين بيكمل عندي بالفيناس سيستيميك سيركليشن اللي هي هاي بالفيناس سيستيميك سيركليشن بيكمل بحيث أن الأوتو سير أربعين والCO2-46 لأنه تساوى وعمل إكوليبريم مع الموجود بالتشيوز ونفس الحفلة بتظل تنعاد عندي طب الآن خلني نقرأ هذا الحكي اللي هون بحكي لك يعني هون عندي العالي والCO2 منخفض طبعا مع كل نفس أنت إحنا قاعدين نجدد الهواء الموجود داخل الفيولوس بيحكي لك بالسيستيميك فيناس بلد اللي هي هاي نفسها هاي هيك السيستيميك فيناس بلد انترك the lungs is relatively low in O2 وهاي بالCO2 give up O2 and pick up CO2 at the systemic capillary level قاعدين إحنا نخسر الأوتو زي ما هم لاحظين ونقسب CO2 على مستوى systemic capillary level بعدين بعد after leaving the lungs the blood هذا PO2 هي بيصل هنا بالآخر لللانجز وبيطلع البلد بأنه عنده partial pressure of O2 100 و partial pressure of CO2 40 the blood is returned to the heart بعدين pumped out to the body tissues زي ما شوفنا pumped out to the body tissues وعند البلد عفوا التشيو سيل نفسها فيها partial pressure of the O2 بيكون low partial pressure of the CO2 بيكون high بالتشيو سيل وبالتالي رح سأل عندي passive movement بي عند التشيو passive movement of O2 out of the blood into the cells to support their metabolic requirements and CO2 moves from the tissues into the blood into the blood تمام تمام هذو الأرقاء نفسي بس ترجع أكد لكم يعرفوا لي بكل منطقة شو بيكون عندي partial pressure of the O2 والCO2 تمام تمام الآن نجينا لآخر موضوع الأكسجين ترانسبورت in blood والكاربون ديوكسايت ترانسبورت in blood تمام 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 الأكسجين ترانسبورت in blood الأكسجين بينتقل بالبلد in two ways أوكسجين ترانسبورت in two ways in blood إما بكون ديزولفت بالبلازمة وهي نسبته جدا قليلة بس ثلاثة بالمية من O2 اللي بجسمك بكون ديزولف بالبلازمة بينما 97% اللي هو المعظم بيكون باوند لإش بسميه الهيموغلوبين اللي هو عبارة عن إش موجود داخل الريدي بلود سيحن نحكي عنه الآن بالتفصيل ولكن اوش هو ثري برسنت ديزولفت من اللازمة هي لاحظة أنها جدا قليلة very minimal due to أوتو لوصوليوبيلتي لأنه زم حكينا أوتو سوليوبيلتي تبعته جدا قليلة وبالتالي فقط ثلاثة بالمية بتكون ذائبة بالبلازمة وبالبلازمة وبالبلازمة بينما سبعة وتشمي المية بتكون عندي باوند للهموغليبن بيكون رابط بيش بسمي الهموغليبن اللي هو ده اللي هو يكون وجود داخل الارباسيز بحكي لك يعني شو هذا الهموغليبن من ايش بتكون عندك من فور جلوبولر بروتينز وبتكون عندك من فور هيم يونيت كل هيم يونيت بتكون رابطة على فرس ايرون اللي هو فإي بلاس طول لأنه في عندي تلاحظ هاي عند اللون ازرق الفاتح هاي تلاحظ ان NF عندي فور جلوب جلوب بروتينز كل دائرة الازرق الفاتح هاي كل جلوب هاي هاي وكل هاي رابطة على فرس هاي فرس ايرون فرس ايرون فرس ايرون هاي اربعة تمام والـ O2 بالضبط رح يربط على هذا الـ Iron فأنا عندي الـ Hemoglobin على كم O2 ممكن يربط ممكن يربط بـ Four molecules of O2 فـ Hemoglobin molecules can reversibly bind تمام بالشكل reversible bind to Four molecules of O2 ولما يربط بالـ O2 بصير أسميه مش Hemoglobin بصير أسميه Oxy Hemoglobin لأنه رابط مع O2 رابط مع Oxygen فبسميه Oxy Hemoglobin تمام هنا عندي نقاط جدا مهمة تركزولي عليها وسهلة مش عارف لشي حالا نطالب بهاي الجزئية بيتلخبط وإلى آخرين بيحكي لك إنه Each gram of Hemoglobin كل جرام كل لو أنت جبت 1 gram 1 هاتفت عن ميزان تمام وطلع وزنه 1 gram each gram of Hemoglobin كان carry 1.34 ملي of O2 ممكن يربط بـ 1.34 ملي من O2 بيحكي لك بكل 100 ملي من البلود تمام بكل 100 ملي من البلود في عندي 15 جرام من الهموغلبن تمام إذن ممكن نستنتج إنه بكل 100 ملي من البلود كم O2 عندي وهو بيحكي لك إنه كل جرام من الهموغلبن بربط بـ 1.34 وبالمية ملي من البلود في عندي 15 جرام فبالتالي بالـ 100 ملي من البلود كم O2 عندي 1.34 ضرب 15 جرام اللي هي موجودة بالـ 100 ملي هذا الاشي بيعطيك حوالي 20 ملي فأنا بيحكي لك بيحكي لك إنه كل 100 ملي ليتر عالية جداً للهموغلبن لدرجة إنه ممكن يربط بالهموغلبن أكثر من O2 فإنت لو مثلاً واحد حطناه بغرفة طبعاً لا صمح الله يعني مش تروح تجربوا هذا الاشي حطناه بغرفة مليانة كاربون مونوكسايد رح يموت رح يموت تمام ليش؟ لأنه CO هذا الكاربون مونوكسايد رح يربط بالهموغلبن بدل ما يربط بالهموغلبن لأوتو طب الأوتو هيك مش رح يقدر يرتبط بالهموغلبن فبالتالي الأوتو مش رح يقدر إنه تبي ترانسبورتد إن بلود إن يور بادي بالتالي أنت ما في جسمك أوتو مش قاعد تستعمل الأوتو بالتالي أنت رح تموت لأنه طبعاً كلنا بدنا أكسجين عشان عيش صح ولا لا؟ صح طبعاً تمام؟ ورح أرجع هنا على جزئية يعني حاب أحكي فيها صراحة على الكاربون مونوكسايد لما أحكي لكم هنا عن الساتوريشن كيرف تمام؟ رح أحكي هنا يعني هيك شغلة حاب تعرفوها تمام؟ بحكي لك هموغلبن ساتوريشن شو هموغلبن ساتوريشن؟ إحنا حكينا إنه الهموغلبن كم أوتو ممكن يربط بأربعة ولكنه لو دائماً رابط بأربعة لا في بعض الأماكن يكون رابط بواحدة مرات باثنين مرات بثلاث مرات بأربعة تمام؟ لما يكون رابط بأربعة نحكي عنه إنه مشبع إنه ساتوريتد إن أكسجن فالهموغلبن ساتوريشن هو البرسنتج أوف هموغلبن ساتوريشن بحكي لك هي مجر أوف ذا إكستانت تويتش ذا هموغلبن برسنت إز كمباين وذ أوتو كم من نسبة رابط فيها الهموغلبن بالأوتو؟ هل هو رابط بخمس وعشرين بالمية يعني بس بواحدة أوتو ولا بخمسين بالمية يعني بثنتين أوتو ولا بخمس وعين بالمية يعني بثلاث ولا مية بالمية يعني رابط فيهن الأربع كليات تمام؟ بيحكي لك إنه البرسنتج في أوتو determines the percentage of هموغلبن ساتوريشن directly proportional يعني بشكل طردي يعني أنتو كل ما زاد عندك البرسنتج في أوتو يعني كل ما زاد عندك الأوتو الزائد في البلد راح يزيد عندك البرسنتج of saturation of the هموغلبن تمام؟ كل ما كان عندك أوتو أكثر كل ما هموغلبن will be more saturated with O2 تمام؟ فهو بشكل طردي كل ما زاد البرسنتج في أوتو كل ما زاد الهموغلبن saturation طيب الآن في عندي هنا كيرف كيرف أنا عارف إنه طالب بس أشوف كيرف بتنكد مباشرة بيحكي هذا موضوع صعب مباشرة مع أنه يا إخوان يعني هو خط كيرف تمام؟ جدا موضوع سهل رقز معي oxygen homoglobin saturation كيرف أو ممكن أحكي له oxygen homoglobin dissociation كيرف هذا إحنا حكينا saturation أو dissociation هو نفسه تمام؟ saturation هو مقصود في how much O2 can combine to homoglobin dissociation مقصود في how much O2 can be released from homoglobin يعني إحنا هون عنا ربط O2 بالهمoglobin إذن هو قاعد يصير له saturation طب لو مثلا وصلنا للتشيوز وبدنا نعطي التشيوز هاي الـ O2 إحنا هون قاعدين نعمل release تمام؟ قاعدين نعمل release يعني dissociation للـ O2 تمام؟ فهذا الكيرف بيوضح لك كيف بيصير لـ hemoglobin saturation أو dissociation في الأماكن مختلفة من جسم الإنسان تمام؟ أو خلنا نحكي بالنسبة لل partial pressure of the O2 بالنسبة لل partial pressure of the O2 يعني كل ما زادت partial pressure of the O2 شو بيصير لـ hemoglobin saturation percentage تمام؟ شو بيصير لـ hemoglobin saturation percentage مثلا لاحظ إحنا حكينا هون إنه partial pressure of the O2 كل ما زاد بيزيد hemoglobin saturation لاحظ أنه مثلا هون ثلاثين أو في O2 فعندي إيش؟ 25% الhemoglobin saturation 25% بمعنى أنه كل الhemoglobin بس رابطة بوحدة O2 بينما مثلا لاحظ عند التسعين عند التسعين أو مثلا عند المية تمام؟ عند partial pressure of O2 بكم مية لاحظ أنه بيكون الhemoglobin saturation حوالي 99% حوالي 99% يعني أنه كل الhemoglobin رابط بـ for molecules of O2 بمعنى أنه saturated مشبع بالO2 كل المناطق اللي يرتبط فيها بالO2 اللي هن الفرس iron تمام؟ الفرس iron atoms كلها رابطة مع O2 لحظة هي 1 3 4 صح؟ صح طيب هذا الكيرف is not a linear curve يعني مش هيك مش هيك هو S-shaped curve هي جايزة شكل S it is not linear وهذا بيمثلي representing the relation العلاقة ما بين partial pressure of the O2 والpercentage of hemoglobin saturation كل ما زاد عند partial كل ما زاد عند hemoglobin saturation ولكن ليس بشكل linear كيف يعني مثلا عند 30 25% مشبع فممكن واحد يحكي لمعناته عند 60 اللي هي ضيعة في 30 ممكن يكون 50% مشبع صح؟ بقول لك لا لأنه صحيح عند 30 25% مشبع عند 60 مش راح يكون 50% مشبع لأنه مش علاقة linear ولكن هي علاقة بأنه لاحظ S-shaped curve مثلا تطلع عند 60 عندما يكون partial pressure of the O2 60 لاحظ قليش بيكون saturated بيكون حوالي 90% saturated مش 50% لاحظ تمام فهو نط linear هلو الكلام هلو الكلام بيحكي لك أنه هذا S-shaped curve reflects hemoglobin's increased affinity for oxygen as partial pressure of O2 is increased بمعنى أنا حكيت أنه كل ما زاد عند partial pressure of the O2 رح يزيد الhomoglobin saturation وهذا الاشي فعليا بصير ليش بصير لأنه كل ما زاد عند partial pressure حب ارتباط الأكسجن بالO2 سيزيد تمام فكل ما زاد partial pressure of the O2 سيزيد وبالتالي أنا رح يزيد عند l-homoglobin saturation تمام تمام ألاحظ أنه steeply هذا الكيرف بيزيد بشكل جدا منحدر steeply تمام until it plateaus لحد ما يعمل plateau اللي هو يعني يصير حوالي مستقيم تقريبا مستقيم when near saturation لما يقرب على saturation بيصل لمرحلة plateau بيبطل يزيد لاحظ وصل لمرحلة هو plateau تمام بحكي لك انه الhomoglobin is more than 90% saturated with oxygen when partial pressure of O2 is above 60 milimetres بقي زي ما شفنا هون لما نصل لـ 60 أو خلني نصل أكثر من 60 بيصير عندي الhomoglobin saturation حوالي 90% saturated تمام طبعا هاي ليش يعني اش معنا حكيين عن hormonal saturation لما يكون partial pressure of O2 60 يعني ليش بتحكيين عن 40 30 20 90 لأن هاي الجزئية بالتحديد راح تهمني في المحاضرة القادمة المحاضرة القادمة راح نحكي عن regulation وهو موضوع جدا جميل لما الواحد يفهمه عن regulation of the respiration تمام جدا جميل موضوع تمام راح نحكي عنه في المحاضرة القادمة عشانك حكينا بالتحديد عن هاي النقطة تمام راح نحكي كمان بالتفصيل اكبر بالمحاضرة القادمة عن هذه الامور تمام الان في عندي اشي بسميه shifting shifting طبعا عليه سؤال 100% اللي هو طبعا هون كمان راح نحكي اللي راح يجسو على واحد نظول يعني تمام واحد نظول اربعة وجدا جميل موضوع حلو تمام ركزو معي تمام shifting of oxygen hemoglobin saturation curve نفسه طبعا كيف هو نفسه لانه انت لو تطلع على من يصار اليمين قاعد يصير عندي saturation صح ولكن لو تطلع على من اليمين للي يصار قاعد يصير عندي dissociation فهو فعليا نفس الاشي oxygen hemoglobin saturation curve أو oxygen hemoglobin dissociation curve طيب الان ممكن نصير على هذا curve shifting بمعنى انه يتحرك لليمين لاحظ يتحرك لليمين بهذا الشكل shifting to the right او يتحرك لليصار بهذا الشكل shifting to the left تمام شو الأشياء اللي بتخليه يتحرك لليمين وشو الأشياء بتخليه يتحرك لليصار وكمان شو معنى انه يتحرك لليمين شو معنى هذا الاشي وشو معنى انه يتحرك لليشمال شو معنى انه يتحرك لليشمال هذا الاشي كله راح نعرفه الان في هذه اللحظة تمام بيحكي لك shifting to the right وshifting to the left ممكن تصير شفت يا للright يا للليفت شو معنى قبل ما أقرأ خلينا نطلع خلينا نطلع لو صار عندي shifting للright يعني صار بهذا الشكل تمام خلينا نلاحظ هالنقطة المهمة مثلا نأخذ partial pressure of O2 60 ونتطلع ها بدأ عمل خط مستقيم من عند partial pressure of the O2 يساوي 60 واتطلع على saturation لاحظ انه احنا اخذنا نفس partial pressure of O2 60 ولكن لاحظ انه بالوضع الطبيعي بيكون 90% صح حوالي 90% ولكن عند نفس partial pressure of O2 عند الستين يعني بيكون الكيرف اللي عمل shifting للright بيكون قديس saturated بيكون حوالي 72% مثلا أو حوالي خلينا نحكي 70% حوالي 70% تمام فبيقل عندي saturation وهذا الحكي ايش معناته هذا الحكي معناته انه قل saturation هذا الحكي معناته انه shifting to the right enhances 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 شوال كلمة الجديدة enhances لا لا صح enhances بيطلع الأكسجن هو مقل بيطلع الأكسجن منه بيعمل release للأكسجن بشكل أسهل والعكس صحيح لما يكون shifting to the left ها بدي أمسح الحفلة ونطلع shifting to the left الان يعني فهمنا شو بيعمل shifting to the right بيزيد release of the oxygen طيب لما يعمل shifting للليفت للليفت لاحظ انه مثلا خلينا نعمل بهذا الشكل لاحظ انه مثلا لو نطلع على نفس الاشي مثلا pressure 60 تمام ونعمل خط مستقيم ونطلع على saturation كل واحد الوضع الطبيعي بيكون 90 بينما مثلا لاحظ shifting to the right عفوا to the left بيكون واصل مثلا saturation 95% بمعنى انه shifting to the left بيعمل العكس بيقل للrelease of oxygen بمعنى انه بيساعد وبيسهل وبيحسن البايندين of oxygen للمقلبين تمام اهس انتجاهم استنتجناهم من الرسمة فنقرأ shifting to the right enhance the release of oxygen from the blood in the tissues يعني لما يصل to the tissues it will enhance the release of oxygen from the blood للتشيوس لأن حكينا shifting to the right بيسهل الrelease طبعا هيا كمان هطولوا عليها أصفر شكل ناس هطول عليها أصفر وبيحكي لك shifting to the right enhance the oxygenation of the blood باللنغس باللنغس تمام ولكن هكذا بمنطقة التشيوس طيب shifting to the left شو بعمل enhance the binding of oxygen to hemoglobin enhance the binding of oxygen to hemoglobin بمعنى انه enhance saturation في من هالنقطة طب شو هي الشغلات يعني هون رجاء نفهمو الموضوع 100% شو معنى shifting to the right شو معنى shifting to the left فهموه 100% تمام موضوع بسيط وهسا استنتجناها مع بعض وعرفنا معناها مع بعض حبة حبة طب شو هي العوامل اللي بتعملي للكرف shifting to the right وشو هي العوامل اللي بتعملي للكرف shifting to the left نقرأ بمعنى الاخر الاخر اللي بتعملي shifting بهذا الكيرف اول اشي الpartial pressure of the CO2 الCO2 نعرف انه ممكن يربط على الهوموغلبن او يعني رح نعرف وانا ما نحكي عن الCarbon رح نعرف انه هو كمان الCO2 بيقدر يربط على الهوموغلبن و كل ما زيد الهوموغلبن ريليس او تو رح يصير الهوموغلبن يعمل مور ريليس للأو تو معناته الانكريز 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 رح يعمل shifting to the right لانه رح يزيد الريليس في او تو في رمضة هوموغلبن والعكس صحيح الانكريز 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 رح يعمل shifting to the left طب ليش هذا الحك بصير خلينا نقرأ التفسير لما زيد عندك المتوباليك reactions تمام هاي معناته reactions اللي هي التفاعلات اللي بتعملها الخلايا قلنا انه باي برودكت لهاي التفاعلات هو CO2 فلما يزيد عندك المتوباليك reactions رح يزيد عندك CO2 رح يزيد عندك ميتة CO2 وهذا رأي عمل لي زيادة بالpartial pressure of the CO2 وبالتالي مدام احنا عندنا زيادة CO2 بجسمنا أكثر عشان نعطيها للخلايا عشان تعمل متوباليك reactions السريعة هاي اللي قاعدة تعملها وكمان لانه عندك سوء زائد بالجسم فانا بدي أوتو عشان عشان عايش يعني قاعد تزايد عندي partial pressure of the CO2 فانا لازم ني أوتو بالتالي انا بزيد the release of the O2 يعني شو يعني بزيد the release of the O2 يعني بعطي الخلايا أوتو أكثر لانها ليش لانها قاعدة تعمل متوباليك reactions بشكل أكبر بالتالي هي بدها طاقة وبدها أوتو بشكل أكبر حلو حلو هاي الرسمة طبعا كمان سهل جدا مش تحكو هاي الرسمة معانا تصعب لا طلوا بيحكي لك هاي الرسمة أول إشي اللي هي أكثر واحدة لللفت فيها 20 هاي اللي بالنص 40 وهاي اللي أكثر إشي يمين فيها 80 طبعا الإشي المنطقي إنه تكون أكثر واحدة للرايت هي فيها أعلى partial pressure of the CO2 لأنه حكينا إنه increased partial pressure of the CO2 راي عمل shifting to the right يعني ممكن دكتور مثلا شو جوب لك سؤال ممكن مثلا تغطي هذول تمام وتحكي لك مثلا هاي A وهاي B قايي C وتحكي لك وأي واحدة من هذول للثلاث A أو B أو C لها أو فيها أعلى partial pressure of CO2 أنت راح تطلع على إيش على أكثر واحدة shifted to the right لأنه أنت بتعرف إنه فيها increased partial pressure of CO2 راح تكون shifted to the right راح تكون أكثر واحدة عام shifting to the right فهي الجواب C ممكن تحكي لك أيها فيها أقل partial pressure of CO2 هذول مرة بتطلع على أكثر واحدة على اللفت اللي هي A تمام ممكن هيك تيجي الأسئلة تمام الآن يجعل عامل آخر اللي هو اللي هو decreased pH بمعنى increased H plus لأنه نحن نعرف أنه decreased pH معناتها acidic تمام acidic بمعنى أنه فيها H plus عالي تمام و increased pH معناتها basic إنه إشي قاعدي مش حمضي تمام ف decreased pH أو increased H plus أو increased acidity بمعنى آخر راح تعمل shifting لل right تمام والعكس صحيح increased pH يعني decreased H plus يعني decreased acidity يعني أنه basic environment رأيت مالي shifting to the lift يعني بله قبل ما تكمل قراءة خلنا نتطلع هون لو أنا غطيت على هذول ها غطيت على هذول وحكيت لك أي من هذول للثلاث منحنيات إلها أعلى pH آه أنت بتحكي أعلى pH معناتها عندها أقل H plus معناتها عندها أقل acidity وهذه الأشياء كلها بتعمل shifting to the lift معناتها اللي إلها أعلى pH هي هاي اللي موجودة على آخر إيش على lift وفعلا ها لما نتطلع لاحظ أنه هاي إلها pH 7.6 هاي اللي بنص 7.4 وأكثر واحدة على يمين 7.2 7.2 تمام تمام بحكي لك طبعا كتبوا لي هون بس بالله أنه أفوا خلنا نكتب لكم إيهنا عشان تكتبوهن عندكم لازم كتبت هنا تقول لي أنه هاي كمان إلها معنا آخر اللي هي إيش decreased pH إلها معنا آخر اللي هي increased acidity وهاي إلها معنا آخر اللي هي decreased تمام acidity تمام سمع كل آيات بمعنى واحد decreased pH معناتها increased acidity increased pH معناتها decreased h plus معناتها decreased acidity تمام تمام وبحكي لك أنها مهمة ومفيدة during physical exercise لأنه لما تعمل exercise ستزيد عندك carbon dioxide تمام طبعا إحنا حكينا في السابق أنا أول شي عن علاقة carbon dioxide بال acid base بلانس إنه كيف CO2 بيتفاعم على H2 عشان يعطيك H2 CO3 تمام وهذا إش بعطيك H plus بعطيك H CO3 minus ف more CO2 معناته more H plus معناته more acidic environment معناته decreased pH معناته shifting to the right تمام فعندي إفكت جدا مهم بحكوله bore effect أو بورز إفكت تمام شو هذا بحكي لك هذا بحكي لك إنه بكل بساطة لو أنت عندك pH قليل وتركيز CO2 عالي رح يصير عندك decreased oxygen binding affinity يعني رح يصير عندك more release للأكسجن حكي يعني decreased pH و increased CO2 بزيد الـ release بمعنى أنه بعمل shifting to the right بس هذا هو الإش اللي بحكي بورز إفكت أنه decreased oxygen binding affinity when pH قليل وال concentration of CO2 عالي أو partial pressure of CO2 عالي والعقص صحيح increased oxygen binding affinity عند decreased release of oxygen from the when زيادة بال pH ونقصام بالCO2 concentration أو partial pressure of the CO2 طبعا الآن نفس الإشي ما نتفسر هاي الأشياء ليش زال ليش عملت لي مثلا هاي shifting to the right نفس الإشي increased metabolic reactions increased CO2 as by product CO2 is converted to HCO3 minus و H plus طبعا عاليش بتحول H2CO3 وهذا H2CO3 واللي dissociate HCO3 minus و H plus معناته أنه في عندي increased H plus معناته أنه في عندي decreased pH وهذا الحكي كله معناته أنه we need more O2 لأنه أنا في عندي increased metabolic reactions معناته أنه أنا بدي أعمل increased release لل O2 عشان أعطي cells more O2 لأنها بيحاجة more O2 لأنها عندها increased metabolic reactions ثالث عامل temperature بيحكي لك higher temperature leads hemoglobin to release more oxygen تمام طبعا نفس إشي رح نفهم ليش آخر إشي بيحكي لك أنه هذا كمان important بالأكتف تيشوز اللي هي مثلا التيشوز اللي أنت قاعد تستعملها لأنه it will generate heat وأكبر مثال على هذا الإشي أنت تجرب مثلا لو تلعب حديد مثلا شي للدمبلز وإلى خريق أو شي للأوزان بنهاية التمرين حط إيدك على العضلات وكنت تمرينها راح تلاحظ أنها ساخنة تمام فالأكتف تيشوز اللي بجسمك it will generate heat تمام فالإنكريز متوالك راح تزيد التمبرتشر فهذا الإشي بدلنا على أنه we need more auto عشان السلس أصلا قاعدة عندها متوبلك reactions بشكل أعلى فأنت بدك تعطيها auto أكثر فأنت راح تزيد release of auto من المقلبين للسلس خلينا نقرأ شو تأثير increase and decrease temperature increase temperature راح تعملي shifting to the right and decrease temperature راح تعملي shifting to the left يعني نفس الإشي إياها إلى higher temperature هاي أكثر واحد على اليمين لأنه higher temperature will shift the curve to the right and lower temperature will shift the curve to the left فلاحظ أنه هاي عندي low temperature هاي normal temperature وهاي high temperature تمام تمام آخر فاكتور اللي هو مادة substance مادة مادة تمام اسمها two three bisphosphoglycerate two three bisphosphoglycerate باختصرها ب BPG BPG وهال BPG is a substance released when there is a high متوبلك rate لما أنت تكون عندك متوبلك في actions بشكل عالي راح سلس تبعات red blood سلس راح تفرز عندك substance اسمه bisphosphoglycerate أو اللي هو BPG وهذا BPG can displace auto bound to hemoglobin can displace auto bound to hemoglobin بمعنى أنه يمكن أن يحل محل auto اللي رابط على hemoglobin بمعنى أنه شو راح سوي راح يزيد release of auto لأنه بحل محله معناته أنه بيجي محله وبطرده فهو راح يزيد release of the auto فهي higher BPG هذا معناته أنه more oxygen will be released by hemoglobin molecule والعكس صحيح if BPG drops يعني إذا قل lower BPG الهموغل will not release oxygen ورح يظل رابط عندك بالأكسجن فالincrease BPG will shift the curve to the right والdecrease BPG will shift the curve to the left لاحظ أنه مثلا هاي هون عندي اللي باللون الأزرق فيه BPG بشكل أعلى تمام increased two three bisphosphoglycerate ونفس اللي يجي نفسر هذا بيحكي لك increase metabolic reactions حكينا أنه لما زيد عندك metabolic rate رح يزيد عندك BPG ف Increase BPG بالتالي نحن نحتاج more two لأن cells تعمل metabolic reactions بشكل عالي فإحنا بدنا two أكثر فبتالي رح نعمل increase release للأوتو من اللي هم قلبين لل cells لأن cells قاعدة بالتالي تحتاج الكثير من الأوتو خلصنا هيك ال transportation of the أو بالبلد لاحظوا أنه جدا حلو الموضوع وفهم وبسيط وبتيجي على أسئلة وحلو صرح نيجي على آخر الموضوع يعني حكينا أنه الأوتو بينتقل بالبلد بأنه يكون بلازمة ثلاثة بالمية وسبعة وتعين بالمية يكون بينتقل بالبلد من خلال ترانسبورت بثري ويس بثري ويس بالبلد وأول شايف عندك 10% بالبلازمة ولاحظ أنه نسبة CO2 الذائع بالبلازمة أعلى من الأوتو لأن solubility of the CO2 بالووتر أو بالبلازمة أعلى من solubility of the O2 بالووتر تمام فلاحظ هنا 10% مثلا الأوتو كان 3% كمان في دول هدول تمام هاي بحكي لك لما يرتبط CO2 مع الهموغلبن ما بسميه هموغلبن شو بصير أسميه كاربامينوهموغلبن كاربامينوهموغلبن تمام HBCO2 مثلا لما يرتبط بالO2 لما يرتبط هموغلبن بالO2 شو قلنا بسميه أوكسي هموغلبن طبعا لما يرتبط الكاربون ديكسايد بالهموغلبن بصراح سميه كاربامينوهموغلبن تمام وفي عندي الميجر وي of the CO2 transportation of the blood اللي هي 60% من CO2 من حول البايكربونيت ايونز وبالتالي 60% من CO2 بيمشي بالبلد على شكل بايكربونيت ايونز كيف هذا الاشي بيتم باحظ معي فيها بس قبنا أكمل في عندي هاي الرسمة أو هاي الصورة من سلادات الدكتورة ولكن حسيت عجقة كثير فعطتلكوها الرسمة تمام على كل حال خلينا أول شي أشرح لكم الموضوع gas exchange at tissues تمام أول شي بله خلينا أشرح لكم الرسمة تمام دائما بحس إشرح على الرسم الرسمات أسهل بعدها من قراء المكتوب أول شي أنا في عندي هاي الرد اللي فيها مقلبا موجودة وين بالرستنج بالتشيوس تمام وين بالتشيوس بمعنى انه بدها تعطي أوتو هايها أعطت أوتو سمحكينا سابقا وبدها تأخذ سي أوتو وبدها تأخذ سي أوتو أول شي في سي أوتو بتأخذه بشكل إنه ديزولفت اللي قلنا عشرة بالمية تمام وفي عندي سي أوتو ثلاثين بالمية حكينا صح ثلاثين آه ثلاثين بالمية بارتبط مع الهموكلبين لاحظ هايو سي أوتو بكون رابط مع الموكلبين هس بدي أحكي المحادي اللي حكيت عنها أول المحاضرة في البارت الأول من شرح هذه المحاضرة السي أوتو بيرتبط مع البلازمة اللي هي بمعنى آخر بيرتبط مع الـ تمام بوجود إنصايم اسمه كاربونيك أنهايدريس كاربونيك أنهايدريس تمام فبيعطيني اللي هو البيكربونيات آفوا البيكربونيك أسيد البيكربونيك أسيد اللي هو وهذا وهذا ما بهمني هسا بروح يعني أريح كل ويبرتبط بيرتبط مع هون موجود بشكل أحسن هالجزئية توقع والهون حتى مش موجودة لا هي موجودة بيرتبط اللي هي راح ترتبط مع الهموكلبين تعطيني كمان إنه موكلبين رابط مع زي ما هنشايفين هون تمام تمام عكل حال أنا أشتبه مني بهمني لأنه هو الشكل اللي بيمشي من خلاله الCO2 هذا شو راح يسوي راح يطلع بره الريد بلد سيل عشان يمشي بالبلد عبين ما يصل للنقز ورد يطلع الCO2 برد اسم الإنسان عبين ما يصل بيمشي بالبلد فهو راح يطلع من الريد بلد سيل الCO3 ولاحظ أنه شحنته سالبة طب أنا لو طلعت بره راح يصير التراكم عندي جول خليه شحنات موجبة وأنا ما بدي هذي الاشي فبدال الCO3 اللي طلعتها بره الريد بلد سيل راح يفوت عندي كلورايد ايونز اللي هي لاحظ كمان سالبة الشحنة عشان تعوذ هذا التغير في شحنة الخلية تمام تمام هذا الحكي بيصير عند التشيوس عند اللنقز بصير العكس يعني احنا هسا عند اللنقز بدنا ما بدنا نعطي الخلية CO2 بدنا الخلية تطرح الCO2 بالألفل لاي عشان نطلع CO2 بره جسم الإنسان من خلال عملية الـ الدزولف CO2 راح يمشي للألفل لاي مباشرة الCO2 الرابط بالهومقليبن راح يتفكك لهومقليبن وهذا CO2 راح يرد يطلع للألفل لاي ونعمله بنطلع بره جسم الإنسان على شكل ايش اه على شكل CO2 تمام بالألفل لاي وطبعا في عدي كمان باخذ O2 من اللفل لاي للرد بلد سيل وهذا الأثوب يرتبط عندي بالهومقليبن فبعطيني أوكسي هومقليبن تمام وهذا الهومقليبن اللي كان رابط هذا الهومقليبن اللي كان رابط حكينا بالأتش بلس راح الأتش بلس تتفكك والترود يأتي لهون تمام والأتش CO3 ماينس اللي كان ماشي هنا مش قلنا الـ طلع برا وفات محل cé الماينس اللـ اللـ عند الـ راح يرد يفوت على الريد بلدسل وراح ترد الـ اللي فاتت لجوه عشان تعوض خروجه راح ترد تطلع بمعنى انه HCO3- راح يفوت عند الـ وراح يفوت على الريد بلدسل والـ راح تطلع بره الريد بلدسل طب الان انا رجع صار في عندي داخل الريد بلدسل صار في عندي HCO3- وHPLUS راح يرجع وراتبطه مع بعض عشان يعطوني الـ وهذا من خلال راح يرد يأعطيني وهذا الـ وهذا الـ رايها تطلع بره جسم الإنسان من طريق الألفيولاي من خلال عملية الإكسبيريشن عشان نطرده خارج جسم الإنسان تمام تمام هذا نفس الحكي بس مكتوب جاس إكسجينج أد تيشيوس عند التيشيوس شو بصير ريفيرس بالرياكشن إنسايد آر بي سي سيو اتو باينز وذف اتو او زي ما شفنا اه كيفينك اتو سي او ثري تمام وهذا اش بيتم اندر افكت اوف كاربونيك انهايدريز انزيم وهذا اله سي او ثري راح يتفكك اندرج عندي بمعانا انو اله سي او ثري ماينس راح يطلع لبرة ورح فوت محلو سي ال ماينس والاتش بلاس باينز وذه مقلبين فورمين اه اتش بلاس رابط اعفوا امقلبين رابط مع اتش بلاس تمام تمام هذا الاشي عند الانجز اعفوا عند التيشوس عند الانجز بسرع العكس الاتش سي او ثري ماينس اللي طلعت برة راح هالمرة تفوت على الار بي سي راح ترجع تفوت على الار بي سي ان اكسجينج اوف سي ال ماينس لسي ال ماينس راح تطلع والاتش سي او المعنس اللي فاتت عشان كونولي عشان كونولي تمام الحلو المحاضرة سهل المحاضرة تكتك المحاضرة توقع انه موضوحة بسيط وجميل سمحك تلك الفيسيو تبع الاراس من اجمل فيسيو واحلى وامتع واسهل فيسيو رح تمام يعطيك العافية ورمضان كريم وبالنسبة اللي باخر محاضرات وقاعد يسمع هالمحاضرة بالعيد فبحب حكي لكم لانت خير ولا تراك محاضراتك وادرس وادرس اول باول تمام ويعطيك العافية جميعا والسلام عليكم